موسيقى أزمة اقتصادية واجتماعية نعم تنظف لها الجانب المالي والجانب الصحي لسنا في أزمة سياسية فيما صعوبات سياسية وين صعوبات سياسية في تقديركم الصعوبات سياسية في أنه اليوم معناها عنا وضع حكومية نجم تقول وضع متاح حكومة اللي في البرلمان نحتاج كلنا أن نتوافق حوله نتوافق حوله خاصة في التعاطي مع المشكلات الاقتصادية معناها الحكومة هذية اللي جات في ظروف خاصة ومعلومة لدى الجميع ظروف خاصة والمعلومة لدى الجميع علينا اليوم أنه يكون فما إسناد لهذه الحكومة والإسناد ليس فقط بتوفير الحزام السياسي داخل البرلمان وأنما الإسناد في أن يكون هناك التوافق على جملة آليات الحل يعني التوافق كيفاش نحلوا المشكلات البنيوية متاع الاقتصاد في قضايا الإصلاحات الكبرى حتى في قضايا النقاش حول الميزانية بيدها كان فما نقاش وفما حديث على غير العادة سعيم الدخميري الناس تقول الرأي آخر ربما يقول أنه الأشكال جاي من نظام سياسي خلنا في أزمة الحالية ما نجموش نخرج منه دخمة أزمة ونظام انتخابي لا يفرز أغلبية واضحة وهذا واجب إصلاحه اليوم مش غدوة لا اليوم واجب إصلاحه هل عندكم نفس الرأي؟ أحنا الرأي يختلف شوي سيبو بكر نعم أحنا متفقين تماما مع اللي يقولوا أنه عنا مشكلة في النظام الانتخابي النظام الانتخابي في مشكلة ليش؟ لأنه النظام الانتخابي هذي جاي باش نكتبو به دستور جاي المنطقة متاع النظام الانتخابي اللي تعمل في 2011 هو أنه متكون شمة أغلبية في المجلس الوطني تأسيسي باش تعيمن وتسيطر على كتابة الدستور لكن هالنظام الانتخابي اللي استصحبناه في انتخابات 14 وانتخابات 19 لا يصلح أن يكون نظام انتخابي يبني منظومات حكم مستقرة والدليل لذلك أنه في 14 كانت فيما صعوبات وفي 19 كانت فيما صعوبات أكثر ولذلك النظام الانتخابي ينبغي أن يعدل في التيجاه أن يتحمل حزب فائس في الانتخابات مسؤوليته في إدارة وضعه النظام السياسي سيعميد الخميري النظام السياسي نتحدثوا فيه نتحدثوا فيه ما نشتبه ما هوش مقدس ولكن وقتش نتحدثوا فيه نتحدثوا فيه وقت لنعطيوه فرصة للاستكمال نستكملوه نختبروه وندير حول نقاش ودليل ذلك أنه حتى في المباغر خمس سنوات لا تكفي مررنا تقريبا بكل أنواع أزمات تقريبا ما فماش عشرة سنوات فما ربعتاش تكتب لا لا خمسة برك خمسة قول اه ما سمعت عشرة سنوات لا خمسة سنوات غير كافية تقديري غير كافية ولكن نتحدثوا ما هوش موضوع معناها محذور فيه النقاش لا بالعكس نجموه نتحدثوا ولكن خليني نقولك فمش كون يقولك سمعين سعماد لو كان اليوم رئيس الجمهورية عنده الحق يحلل برامان مرة في الخمس سنوات مرة في الخمس سنوات كيشوف فما أزم ويدعو إلى انتخابات جديدة لو كان مثلا اليوم رئيس الجمهورية عنده الحق أنه يعين رئيس الحكومة والحكومة تمشي تاخذ الثقة برمتها من عند مجلس النواب ورئيس الجمهورية هو اللي يعين رئيس الحكومة بقراءة التوازنات داخل البرلمان فما أشياء ممكن أنه يصير فيها تعديل حتى تكون واضحة سلطة تنفيذية برأسين مش واضحة فيها كثيرا من التنازع بين المركزين دوق هذا واضح العيان اليوم مررنا من 2015 معارك رياح مولبيجي قايد سبسي مع عزوز رؤساء حكومات يعينهم من حزبه أو قراب الحزب واليوم مع رئيس حكومة رئيس جمهورية مستقل جاء مستقل ورئيس حكومة عينه هو ثم تصير أزمة بناتهم وهذا حتى حد ما يخبه لك واضح ليه فما إشكال الواضح أنه أيضا أنه لو كان جاءنا نظام انتخابي يعطي لي حزب سياسي الأغلبية في البرلمان واضح أنه مش بصير إشكال علش لأنه مش يكون فما رئيس حكومة بكامل الصلاحيات التي يمنحوا له الدستور وما يقعش هذا الرئيس في منطق ربما البحث عن الأقليات والبحث عن كوتل في داخل البرلمان من أجل دعمه وستكون له الصلاحية الكاملة وفق أليات الدستور ليحكم وحكمه هذا اللي بش يمتد لمدة خمسة سنوات أو حكم الحزب اللي بش يمتد خمسة سنوات بش يكون محل محل تقييم من قبل الناخبين من قبل جماهير الشعب أحنا ممشيناش في هذا الخيار منظومة الحكم منظومة النظام الانتخابي تفرز أحزاب فائزة ولكن أحزاب فائزة بأغلبية قليلة بأغلبية لا تمنحوها الصلاحيات الكاملة في الحكم وهذا كعليش ينشأ التنزع وهذا كعليش تفهم نلقاهم مشكلات مع الرأسين في النظام السياسي معناها أنا تقديري والحركة أيضا تقديرها أنه الإصلاح ينبغي أن يكون أولا في النظام الانتخابي ويمكن أن نفتح نقاش في النظام السياسي ما فيش حتى أدنى إشكال ودليل هذلك شوف أبو بكر حتى في المبادرة مثل الاتحاد نفسه يقول الاتحاد دعوة للحوار الاقتصادي الاجتماعي عاجلا عاجلا نحن مشكلتنا في الجوانب الاقتصادي والاجتماعي نحن نفاسح حوار لأنه المشكلة الغادي زادة المشكلة في التوافق بين النخبة السياسية وبين الأطراف الاجتماعية حول الإصلاحات وروق نتحدثوا على الإصلاحات نقولوها بسهولة وكل واحد يجيك للبلاتو هالي هنا باش يتحدث ويقول الإصلاحات ريك الإصلاحات ريكي الإصلاحات عندها تكلفة والإصلاحات فيها صعوبات حقيقية والإصلاحات فيها ما يوجع في البلاد ولذلك هذي علش ما أتردد الحكومات في التقدم نحو الإصلاحات لأنه الحاجة ماش مسنودة لأنه الحاجة ما عندهش سرعية كاملة في داخل البرلمان والسند الكامل في داخل البرلمان وثاني حاجة والأهم أنه ما فماش توافق مع الأطراف الاجتماعية في الموضي نحو الإصلاحات سعيمة الخميرين تيريس كوتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب وموقفكم من تجاوز الأزمة الاقتصادية وأيضا مبدالات المقترحة نكون نرجع لها بعد شوية ولكن اليوم توم عادته قانون مالية وهذه الحكومة التي تسندوها عادية قانون مالية وقدمت لها ملاحظات والتقيت بها وسحبت مشروحها وصوتت ضده في اللجنة ثم جابت تعديلات ومرت إذن مرت بمخاذ هالميزانية هذه في نهاية الأمر خرجت ميزانية وقانون مالية ما عندهش شخصية لا يفيد بأنه البلاد عند تطبيق هذا القانون يوم واحد جانفي ستنطلق في رؤية إصلاحية جديدة ما يقولش قانون مالية مش هننقول الخبراء الاقتدادين الكل يقولوا هذا لا رائحة ولا تعمى له هو جزء من وصع الحكومة هذه ربما من نجموش نسألوها مية في المية على القانون متاع المالية متاحة علش لأنه هي جات في ظرف معناها صعيب متحملة مسؤوليتها أشهر قبل عرض الموازنة متاع المالية متاحها بحيث وهي حتى قدمته ساعة ما تشورتش مع الأطراف السياسية والكتل موجودة في داخل البرلمان وذلك اللي خلق نوع من الجدل والحوار بينها وبين الكتل حكومة الصيفة متاحها والوصفة متاحها حكومة التكنقراط حكومة ما عندهاش كما نقوله الحزام السياسي الصريح اللي يقول هذي حكومتي ما عندهاش حكومة معناها ما عندهاش سند برلماني تخلق نوع من الحوار ونوع من الجدل وقت يتعرض القانون المالية حتى حد ما تبنى فيه داخل المجلس علش لأنه الحاجة هو كما قلت أنت ربما في المرحلة لولا متاعه بلا روح وحتاجت الحكومة أنها تتحاور مع لجنة المالية تتحاور مع الكتل الموجودة في داخل البرلمان من أجل ساعة تطوير هالقانون هذي والاستماع والإنصاد تعتبروا روحكم تورتوه في جزء منه شوف ما هوش تطوير كبير لأنه نحن قلنا في الأخير بلاد بالميزانية أفضل بكثير من أنه البلاد لقدر الله تكون غير ميزانية في صورتها في علاقتها حتى بالعالم الخارجي في علاقتها ربما بالجهات المانحة أما كان فم التزام أنه الحكومة هذية بيشترجع بعد أشهر لعرض قانون مالية تعديلي يتبنى من خلال حوار صريح وعميق مع الكتال وخاصة الكتال ما خلتش مشروع قانون مالية يرتقي إلى تطلعات البلاد كان فاشل مثلا سمعتني زاري عيش أنا يوم الجمعة وزير مالية في حكومة ياسفخفاخ وتكلم عن توجه كان لقاء عند الخبر والمتابعين كان لقاء حسن التجاوب على الأقل علش ممشيتوش فيه قانون شكون هذا اللي خلوا المشروع اللي بدت فيه والتوجهات اللي مشت فيهم حكومة ياسفخفاخ نحن النسخة اللي عرضت علينا هي النسخة اللي عرضتها حكومة سيشام المشيشي وأنا أعتقد أنه النسخة هذه معناها تبنيت على ما هو موجود لأنه هي جات الحكومة ذي في طار باساسيون معناها في طار مرحلة انتقالية بين حكومة ياسفخفاخ والحكومة الجديدة فما نسخة قد تم التفاعل معها صحيح النسخة ذية تأمله الناس وما تأمله الكتل والأحزاب لكن الحاجة الهامة أنه تمت المصادقة عليها القانون المالية في إطار وعد بتعديل هالقانون هذا في إطار وعد بأنه تكون القانون التعديلي اللي بشي تعرف فيه رؤية وفيه أيضا عزم على الإصلاح وعلى التقدم بالإصلاح واذا مينجم يكون إلا في إطار حوار واذا كعلش نحن في النهادة قلنا أنه بمناسبة النقاش في قانون المالية هات نحلو حوار اقتصادي اجتماعي مع شكون وين الحوار الاقتصادي الاجتماعي الأقرب أن يكون في الحكومة ينجم يكون أيضا حتى في البرلمان لأنه هذه اللي عندها الأطراف اللي عندها الاختصاصات الدستورية فيما هو قضايا اقتصادية اجتماعية ومع شكون مع كل الأطراف دون استثناء مكونات الدولة أطراف سياسية أطراف اجتماعية هات يتحل نقاش جدي في القضايا الاقتصادية والاجتماعية خلينا نقدمه خلينا نتجاوزه التردد خلينا نصنعوا توافقات على أشياء التعثر فيها والتأخير فيها كانت عنده كلفته الاقتصادية وكلفته أيضا الاجتماعية ندعو رئيس الجمهورية إلى أن يكون راعي للوحدة الوطنية وداعيا لما يوحد التونسيين ولا يفرقهم ودعوة الجميع أن يكونوا على كلمة سواء ومتراشر رئيس الجمهورية ينجمه وينظم الحوار هذا علش تقولوا الحكومة أو البرلمان هو رئيس منتخب مباشرة من الشعب هذية النقاش توقعت منذ انتخابات 2019 قاعدين نناقشوا في نتائج هذه الانتخابات رئيس عنده قاعدة انتخابية واسعة كبيرة انتخبته وبرلمان أيضا عنده انتخاب لكن البرلمان ما انتخب الشخص البرلمان انتخب أحزاب وكتل ولكن البرلمان انتخب على أساس صلاحيات والرئيس أيضا انتخب على صلاحيات دستور 2014 فالاقرب في رئيسة الجمهورية انها تراعي الصلاحيات التي انتخب من أجلها الرئيس وهي صلاحيات هامة بالتأكيد بدستور 2014 وصلاحيات فيها معنى هذا المعنى ان الرئيس وقال الامور يولي فيها اختلافات وربما الوحدة الوطنية لو كان معناها تولي محل استهداف الرئيس هو المرجع في هذا ولذلك النهضة حريسة انه رئيس الجمهورية بالتأكيد هو قاعد يلعب فيها دور كبيرة ويلزم وقت لي تبدأ فما امور تمس الوحدة الوطنية متاع توازن يكون راعي للوحدة الوطنية بما بمقتضاية الدستور متاع 2014 ليس في مشاكل واشكاليات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية رئيس الجمهورية من يقولوش تقديرنا لا شوف تقديرنا الان انه هذا ينجم يكون من اختصاصات الحكومة والبرلمان وحتى سيد رئيس الجمهورية الى حد هذه اللحظة لم يعرب عن موقفه في هذا الموضوع ولكن حتفيتو حتفيتو اللي هو على الفاسدين هذا في منطوق المطوق البيانة متاع رئيس الجمهورية ولكن وقتين احنا نتحدثوا على الوحدة الوطنية بوبكر ونتحدثوا على ظرف صعب ونتحدثوا على مناخات صعبة في البلاد انا تقديري الوحدة الوطنية وحوار اقتصادي اشتماعي اذا كان باش نستثنيه فيه الفاسدين مش الفاسدين لا انا ما قلش ما نعرفه مش ان الفاسدين ولكن نقول اذا كان باش نستثنيه فيه اطراف انتخبها الشعب مهما كان هذا الطرف يظهر لي بشي قلل من اهمية هذا الحوار وخاصة في صنع رافعة وطنية حول المخرجات متاع احنا تقديرنا ان التوانسة يسعهم ان يكونوا في طاولة واحدة خاصة الناس اللي انتخبها الشعب واللي اعطاها تفويذ الشعب في داخل البرلمان والمنظمات الاجتماعية ايضا ما نجموش في مبادلة الاتحاد اذا يستثني وفيتو من الاتحاد على المتطرفين ويقصد بوضوحه قيلة تصريحا ائتلاف الكرام حليفكم البرلماني اذا شوف ائتلاف الكرامة من مصلحة كل الاطراف واني نقول لك انه مصلحة الديمقراطية انه من عمقوش الخلافات اذا كان فما خلاف بالائتلاف الكرام والاتحاد اللي عم تونسي للشغل يلزم فما قوة وطنية تسعى لمعنى التخفيف من حدة هذا الاختلاف وفض هذا الاشتباك لانه هذا الاشتباك ما فيش مصلحة للبلاد والعيب من شكون ويزم تعرف العيب من شكون نحنا مش فقط نحبه نحنا فقط مش نحبه نحمله المسئوليات ولكن نحبه نكونه الطرف في فض الاشتباكات اللي تلهينا على الاولويات الوطنية اليوم اذا كان فما مشكل اقتصادي اجتماعي وفما اتيهمات متبادلة هات نخرجوا الناس من دائرة الاتيهمات المتبادلة ونحطوا الناس في خانة الحوار لانه ما عناش حل ما عنا حتى حل لمشكلاتنا الا من خلال الحوار وانها الناس الكل تجلس لطويلة الحوار الاتحاد اللي عم تونسي للشغل شريك شريك هام وما نجم حتى جيها اليوم تنكر دور الاتحاد اللي عم تونسي للشغل في كل المصارات اللي معناها صارت فيها البلاد والاتحاد في المسارات الهامة في المنعرجات الهامة اللي معناها كانت في البلاد الاتحاد كان حاضر والاتحاد اللي عم تنسي الشغل من منظورنا نحن كحركة النهضة نعتبروه شريك وطرف هام في الحوار الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد التوافقات على القضايا التنموية على القضايا الاقتصادية على القضايا الاجتماعية ينبغي أن يكون الاتحاد اللي عم تنسي للشغل حاضر فيها بلغتكم نسخة من المبادرة رسميا؟ لا رسميا لا نحن دعوة البيانة بتاع الاتحاد اللي فيه دعوة للحوار الاقتصادي والاجتماعي والنص اللي هبتوا الاتحاد هذيك اللي قاعدين نتفعلوا معه وانا اعتبروه هو ودعوة النهضة وغيرها من المؤسسات لحوار اقتصادي اجتماعي يأكد أهمية هذا الحوار وعدم البطء من يغذي الفوضى في البلاد اليوم عمد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة؟ من يغذي دعوات الفوضى؟ هذا كلم رجل غنوشي مثلا هناك من يغذي دعوات الفوضى في البلاد أنا قاعد الرا وقاعد نتابع على المستوى ما يتكتبوه الوسائل والاعلام والاتصال سواء كانت الاتصال الكلاسيكية والاتصال الافتراضي أنه فما نوع من محاولة الاستفادة من الصعوبات أو توظيف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد لاستهداف النظام السياسي في البلاد لاستهداف المنظومة التي جاءت بعد الثورة وهذه ربما ينجم يتوجه فيها الاتهام لكل جهة ما هيش مقتنعة بالخيار هذا الخيار الديموقراطي التي جاءت به الثورة ومش مقتنعة بهذا النموذج شكون قاعد اليوم ناس بصريحة العبارة تدعو إلى حال البرلمان وتبحث عن حلول من الدستور ومن خارج الدستور لا أعتقد أنه في مخل هذه الدعوات مصلحة للبلاد لأنه شوف سهل لهذا دمره سهل تقول نسكر البرلمان وسهل تقول نلغي النظام السياسي وسهل الدعوات اللامسئولة في دعوة مؤسسة هامة كما مؤسسة الجيش إلى إقحامها في اللعبة السياسية هذا على مستوى الدعوة سهلة ولكن المخاطر متاحة كبيرة زميل كعيد اللومي اقترح أن تبقى لهم الأعدام من يدعو إلى تقويض مؤسسات الدولة على كل هذا يدخل في الدعوات الانقلابية على نموذج اختروه التوانسة وهو ينجم يرقى بش يكون جريمة إذا كان جيوه المؤسسة كما مؤسسة الجيش ذكر كانوا بن علي انتخبوها توانسة ولكن انتخابات تمت بطريقة لا تموت بسيرة للديمقراطية ويعرفوا توانسة كيفاش كانوا انتخبوا بن علي ب99.99 ويعرفوا شكون هالي الجيهة اللي كانت تشرف على الانتخابات وما صار الانتخابات ما تنعموا به توانسة كان بعد الثورة فماش حتى الانتخابات صارت في تاريخ تونس انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة ومعترف بالنتيج امتاحها كان بعد الثورة وهذا مكسب من المكاسب التي ينبغي انه حافظ عليه ولكن خليني نقول لك اليوم مثل هذه الدعوات نعتبرها دعوات فوضوية ودعوات لا يمكن ان تكون في مصلحة البلاد مازجم يكون في مصلحة تونس عمال همامي مثلا اليوم ندوة صحوفية وكان هوني في ميديشور يقول لابد ان لازم ثورة على كل منظومة الحكم الثورات ما تسيرش في تاريخ الشعوب بالعطف ما هي الشهوة الثورات ثورات عندها المناخات امتاحها وعندها ظروفها التي تنتجها وليست شهوة ليطرف ربما ما كانش عنده رصيد عند التوانسة في انتخابات 2019 ولا حتى اللي في قال اه بالافضل اللي سيحملها همامي انه يراجع الخيارات اللي مضى فيها من 14 ل19 والتي اوصلته معناها انه ما يكونش عنده رصيد عند التوانسة وينجم يكون عنده في السنوات القادمة اذا كان مراجعة عميقة ينجم يكون عنده حظ وينجم يكون ايضا جزء مما يراها التوانسة في صندوق الاقتراع ولكن كما قلت لك الثورات ليست شهوة وليست تمني اتلاف الكرامة والدستوري الحر هم السبب بالتأزم داخل البرلمان هل توافق هذا الرأي؟ شوف جزء من الانتخابات اللي صارت في 2019 كانت نتيجة لتأخر المضمون الاقتصادي والاجتماعي للثورة واذا كان حققنا مكاسب سياسية بعد الثورة كان المضمون الاقتصادي والاجتماعي تأخر وهذا كانت عنده اثاره على ما افرزه الصندوق في 2019 ونعتبر خاصة ما قام به الدستوري الحر من تجاوزات ومن انتهاكات خطيرة في داخل المجلس ومن تصعيد للعنف اللفظي الذي لا مبرر له ما عنده حتى مبرر من انتهاك لسير اعمال المجلس من اختطاف ارادة النواب في كل المحطات شوفوا راجعوا من اول مبداية الدورة البرلمانية الى حد هذه اللحظة ليس هناك من سياسة الحزب الحر غير تعطيل وترذيل وتصعيد العنف تجاه مؤسسة المجلس كمؤسسة دستورية وتجاه مؤسسة رئاسة المجلس ايضا كمؤسسة من المؤسسات الهامة ويبدو ان الحزب الحر ليس له من سياسة اتصالية في علاقة بالبرلمان غير هذا التصعيد للكسب وللاغتنام معناها السياسي هذا تقييمنا فما نوع من الاستقطاب الاستقطاب بين الاقتلاف وبين الحزب الحر في تقديره ما يخدمش المصلحة متاع البلاد وما يخدمش ايضا وما يخدمش ايضا وما يخدمش ايضا البرلمان سعيم الدخميري استقطاب ايضا بين اتلاف الكلامة والكتلة الديموقراطية انا تقديرنا نحن في كتلة حركة النهضة انه البرلمان والبلاد في حاجة الى تهديها وعلى كل الاطراف السياسية التي تنشد الخير لهذه البلاد وتنشد الخير لشعبنا انه تمضي في تهديئة في داخل البرلمان وتعمل على مدونة سلوك في داخل البرلمان يكون فيها نبث صريح لكل اشكال العنف اللفظي والعنف المادي لانه هذا ما فيش مصلحة للبلاد وما فيش مصلحة للبرلمان ونحن كنا قد قدمنا بيان للجلسة العامة اخيرة اللي ما تمش فيها الاتفاق والتوافق على هذا البيان ادلنا فيها كل اشكال العنف زو ما لكم مع تصمين اليوم اصدقائنا في الكتلة الديموقراطية واللي هما شركاء نظال ضد الاستبدات وشركاء نظال لبناء الديموقراطية نعتبر اللي الانسب للبرلمان والانسب للبلاد انه نلقاه سيغة للتوافق ونلقاه سيغة بيش تغموا الاعتداء بالعنف مثلا لا ادنى العنف لا لا بيش تغموه معنا لا لا ادنى جاوزوا وكهو لا لا ادنى بصراحة الكتلة الديموقراطية تعرف انه اسرع كتلة ادامت الاعتداء على زميلنا من الكتلة الديموقراطية هي كتلة النهضة ادنته وطالبت بفتح تحقيق في هذا الغرض وطالبت بيدامت كل اشكال العنف اللفظي والمادي وطالبت ايضا بفتح تحقيق جدي فيما جرى لزميلنا انور بالشاهد اكنا واضحين في هذا الموضوع وانعتبر الفتح التحقيق في هذا الاعتداء لمس زميلنا انور بالشاهد يحمل كل طرف مارس هذا العنف يحمله مسؤوليته عمد الخميري ضيفنا في ميديشوس والاخير برشا مرة تكن تقول فماش خلاف او اختلاف بخصوص تشخيص الوضع الاقتصادي فم اختلاف حول المخطط التنموي والاصلاحات الكبرى وترجونات المالية للدولة واعتبرت انه نقاش لازم يتجاه نحو الاصلاحات شنوه يمكن او كيف يمكن جمع مختلف الاحزاب حول مخطط التنموي يخلي الحكومة هذه تنفذ الاصلاحات الكبرى في وقت فيه برشا انقسامات تعني منها الساحة السياسية شنوه اولوياتكم كان حزب حركة الناهضة في ملف الاصلاحات الكبرى اولوياتنا هتنحلوا معناها حوار حقيقي حول منظومة الدعم التي لا يستفيدوا منها الفقراء والذي يعفوا الحال وانما اكثر من يستفيد من الاموال متاع المجموعة الوطنية في منظومة الدعم هم ناس ما عندهم حتى علاقة بالطبقة ضعيفة هم الاكثر استهلاكا اثنين هتنحلوا نقاش حقيقي حول المؤسسات العمومية اليوم فما مؤسسات عمومية مو في سبو بكر وكل عام تبقى في حاجة للدولة وفي حال لميزانية الدولة واليمان المجموعة الوطنية باش تنجم تعيش نعرفوهم هذو ما سيعميد نعرفوهم كل كيفاش كيفاش بالحوار طاولة حوار واضحة قدام الرأي العام قدام ابناء شعبنا وبوجود كل الاطراف وهاتنا تفقوا نلقاوا أليه وانا نقول لك رأو معناها الوصول إلى حل موش صعب إذا كان فما معناها نيات صادقة وإذا كان فما عزم على الخروش مما يمكن أن تتردى فيه أوضاع البلاد من سقوط لقدر الله لأنه إذا كان شو نواصلوا في هذا المصار طاولة الحوار لا حل غير طاولة الحوار لا حل إلا بالحوار معناش حتى ثني أخر معناش حتى ثني أخر والقضايا الأخرى اللي ربما تقلق البعض أو ربما وانا عندها أولويات عند البعض على حساب الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية ما نشاربين منها تونجيوها الحوار في النظام السياسي تونجيوها نقلقش ما فهماش حاجة كما قلت لك في أول حديث متاعي أنه فهم حاجة مقدسة معناها ماهاش محل النقاش لا لا كل شي نجموا نتحاوروا فيه ونناقشوه لكن اليوم الأولوية شنوها أولوية في تقدير نهضة وفي كتلة حركة النهضة للحوار الاقتصادي والاجتماعي بعدوا لاستكمال المؤسسة الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية ثم في الأخير نمشيوا للنظام الانتخابي نعدلوه في إطار توفق زدة وفي إطار حوار مسؤول بين كل الأطراف خاصة الموجودة في داخل البرلمان وإذا كانوا بعد لقينا رواحنا معناها عننا الإمكانية معناها مضطرين بش نمشيوا للحوار في النظام السياسي نتحاوروا فيه دعوتوا رئيس الحكومة إلى تحويل وزاري لا نهضة إلى حد الآن ما عندهش الدعوة هذه ولكن عنا دعوة متع تقييم الأداء عنا تعوى متع تقييم الأداء وخليني نقول لك الدعوة هذه مشتركة بين كل الكتل اللي في الحكم واللي في المعارضة اللي يوقفوا في أثناء النقاش حول الميزانية وفي أثناء الممارسة للعديد من الموزراء ووقفوا على بعض الضعف أو الهينات لبعض مكونات حكومة هشم المشيشي مثلا أنا حيبش تذكر الأسماء الحقيقة لا لا منصب مش أسماء لا لا مغير مغير وزارات معني مش وزارات ثم بعد نحنا نحنا تحدثنا وقلنا وزارة تقنية وديجا عنده عنده حديث متع تقييم الحكومة متاعه بعد المية يوم بش يجي للبرلمان وسيستمع سيشم شي شي كرئيس حكومة بكل موضوعية وإنصاف لرأي نواب وتقييمهم لأداء الحكومة متاعه ولأداء بعض مكونات الحكومة تتوقعوا أنه مش يعمل تحوير وزاري قريبا في قراءتكم في تقديري في تقديري شخصي فما بعض مكونات الحكومة متاعهم ما تنجمش تكمل معناها بالأداء متاعها اللي ريناه لحقيقة صعيبة مش وزير المالي لا نعم نجمش نعطي الكسماس هو بكر الأخبار قبل وغدو إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر